أعرب سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن ارتياحه من النتائج التي يحققها فريق قرطب الإسباني في الدور الإسباني لدرجة الثانية مشيرا سموه إلى أن المساويات المتطورة التي يقدمها الفريق تؤكد بأن هناك مستقبلا زاهرا ينتظر الفريق في الفترة القادمة في ظل الدعم الذي يحظى به الفريق بإدارة بحرينية وأشهد سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة بفوز قرطبا على لناريس دي بورتيفو بهدفين مقابل هدف واحد في الدوري الإسباني للدرجة الثانية وتقدمه بخطوة أخرى نحو تحقيق الأهداف في ظل الدعم الذي يحظى به الفريق من إدارة النادي البحرينية وبحرصهم على السير بخطة ثابتة نحو تحقيق الأهداف المرجوة وأوضح سموه أنه حريص على دعم الفريق في المرحلة القادمة التي تحتاج إلى المزيد من الجهود لتحقيق أهداف الفريق مبينا سموه إلى أن الثقة كبيرة بقدرات اللاعبين والجهازين الفني والإداري في مواصلة حصد النقاط في الجولات القادمة أتمنى سموه شيخ ناصر بن حمد التوفيق والنجاح للفريق في مباراته القادمة التي ستجمعه مع ريال مورسيا هذا وحقق فريق قرطب فوزا على لناريس دي بورتيفو بهدفين مقابل هدف واحد ورفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث ترجمة نانسي قنقر